السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا بكم في فيديو جديد اه اللي حصل امبارح طبعا مع ظهور السيسي العظيم في يوم الشهيد ما هو الا استلطاخ شعب. يعني المفود ده العنوان الرئيسي للمؤتمر او الدورة التسقفية بتاعة القاتل المسلحة اللي حصلت امبارح. ما هي الا عنوان تحمل عنوان استلطاخ شعب. السيسي مبارح طلع يستلطخ الشعب المصري كله. وبيعتمد ان الشعب تقريبا عنده ذاكرة سمك اه الشعب مش فاكر حاجة. الشعب مش داريان. الشعب خريان ما داريان مش عارف اللي بيحصل حواليه. وبنان عليه طبعا طلع فتح سيدري مبارح وقاعد يجخ شوية اه جخات كتيرة. اه طبعا معروف يعني في كلاشات كده دايما في خطابات السيسي احنا بنمر بازمة بعدنا خمس سنين من الكورونا وبعدنا الحرب الروسية الاوكرانية وبعدين دلوقتي يقول لك بقى غزة فاحنا عندنا ازمات. حلو كده? ده جزء. الجزء طبعا اللي كتير قوي اه خد بالو منه وعلق عليه موضوع ما بيقول لك انا ها هي اكت بلد اقسم بالله العظيمة بلد وانا بحلف بالله اه ده هم هم ادوها كده قالوا لي خدي. جابوا هالي كده قالوا لي خدي. طبعا انت تخيل? ده بيتكلم على مصر. فاهمني? طبعا الناس كتيرا تكلمت في الموضوع ده بس هو هو معلم اما هي دي كده مش بلد ومش دولة. ما انت كنت بتعمل ايه? انت كنت وزير دي فعل ايه? او انت كنت في جيش ايه? يعني كنستبل مسلا مش فاهم كت مطحانة بلد وكت دولة وكت احسن ما كنت فيها. والدولة دي اصلا انت مسكها يا معلم ديونها كانت شوية قد كده بقى الديونها قد كده. الدولة اللي انت بتقول على ما كانتش دولة. شوف انت عملت في ايه دلوقتي? الاسعار شوف قيمة العملة كانت كام قبل ما تمسك? ودلوقتي بقيت عاملة ايه? الدولة اللي هي ما كانتش بلد. انت بتتكلم عليه. شوف انت غرقت البلد في الديون. شوف حال المواطن وحال الشعب دلوقتي بقى عاملة ازاي? في البلد اللي خليت الناس تترحم على ايام مبارك. اللي هو كان مسك البلد اللي انت بتقول على ما كانتش بلد. ده بس ايه رد سريع على الموضوع ده. لكن استلتخل الشعب بقى هقول لك على حاجة. السيسي النهاردة زي ما قلت لك الخطاب بتاعمل برح السلطخ للشعب في اكتر من النقطة. آآ النقطة الاولى اما آآ طلعوا اتكلم على موضوع آآ بيقول لك انا ما عاتبتش حد في ولا خدت اهراءات والناس عملة تسرق وتكلم طبعا بقى عملك فيها الشيخ السيسي. واعد يتكلم بقى على الزهد والورع وما حدش يسرق ولازم تقفوا جمع بالك وبيتكلم عنه على السوق السوداء. والتجار بيعملوا والتجار بيسووا. وبناءا عليه انا ما اخدتش اجراء. انا ما عملتش اي حاجة وما قلتش لحد دعيب ولا عاتبت حد ولا كلمت حد. تواخد بالك. انما الاجراءات اللي كان بتحصل للناس اللي كان بتخوش تفتش بيوت الناس عشان واحد ما عاد دلار واتنين دولار ودلاتة دلار. ده كده ده اجراءات عادية يعني ده ما حصلتش. السيسي مالوش دعوة. ده كده بيعاتبش حد. الناس اللي بتتهم ان هي واحد ما عارفش اصلا يدخل فلوس. الفلوس اللي هو جايبها معي شق عمره. وجايبه جايب من الخارج وهو داخل مصر بيقبضوا عليه. وبيصدروا فلوسه. واخد بالك. فدي برضو كارثة تانية يعني ايه? دي من ضمن الحاجات اللي طالع ايضحك بها عالناس. الناس شايفها وعارفة ايه اللي بيحصل. برضو اجراءات السوق السوداء اللي بيعملها اه وانه بطول الوقت استخدم الحل الامني. برضو طالع يقول الناس احنا ما عملناش حد. وانا ما عاتبتش حد وما لومتش حد. طيب. الجزء التاني اما طلع اتكلم على موضوع آآ التعويم. ما قال لك لو وصل لخمسين انا ما عودش فيه. طبعا طلع يبرر ده بشكل آآ بشكل يعني المطابلاتيه نفسهم عجزوا عنه. او المطابلاتيه عملين سواقوا ليه. طلع يقولك طبعا انا ما قلت الكلام ده قبل سبع تمن شهور عشر شهور. وطلعت قلت يا جماعة آآ ان ما ينفعش نعوم مش نقبل التعويم. مش نقبل ان الدولار يوصل لكده. لان ساعتها انا ما كانتش معي الفلوس اللي تأهلني اني انا اعمل ده. دلوقت انا بقى معا الفلوس اللي تأهلني اعمل ده. هو انت انفكر التعويم دي حاجة حلوة? يعني هي التعويم دي حاجة حلوة? يعني انت ما يبقى معاك فلوس وتعاوم دي حاجة كويسة? انا بس اريد فهم. حد من الجيماعة بتقوله اقتصادي يقول لنا كده. يعني انا جنب على فلوس كتير. عاو يبقى دي حاجة طيب. بمناسبة التعويم اللذيذ. انت معلم صدقت على 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 صدقت بعد ما خدت بعد صفقة رأس الحكمة. صدقت على حوالي اه اربع او خمس قروض بقيمة تتعدى التلاتة مليار دولار. ده غير بتاع الصندوق نقد الدول. انت خلاص انت ايه? انت مريض يا عم? يعني انت عندك ده عندك ده القرد. ايه? ما تعرفش طيب ده في الجزء ده. طيب خليني بقى في جزء تاني مهم جدا. من ضمن اشتغالات واستغفال الشعب. المطلع يجي يقول لك بقى ايه? طالع يقول لك انا ما وعدتش حد بحاجة. هو انا وعدتكم بحاجة. انتوا متخيلين انت الكلام ده بيقولوني المصريين. من اول ما جعل لك مصر قد الدنيا هو هتبقى قد الدنيا. ده اولكش هو لسه بالبدر لبس الزباليت على كده. لسه ما العاش. قال لك مصر انت انت ناسين انتوا نور عنينة ولا ايه? الكلام ده قالوا ومتوسق وصوت وصورة. في معلم انت هتخليها قد الدنيا طيب تمام? حلو كده. اه ازبروا علي سنتين. ازبروا علي سنة. ازبروا علي ستة شهور. عشرين عشرين اتشوف عجب العجاب. كل سنة طبعا بيطلع بيه. لكن الجديد بقى المراضي. ودي كارثة تانية بقى فيه كارثة وراء الموضوع ده. الجديد المراضي النسيسي طالع يقول لك. اه للاسف يعني. طالع يقول لك ايه? على فكرة يا جماعة. شوفوا الدول اللي حوالينا. وفي دول انا مش هقول اسماء ومش عايزة اسفر. الشعوب ما بتقومش كده الدول. الامم ما بتقومش بالشكل ده. الامم بتاخد سنين طويلة. مش سنة ولا اتنين ولا عشرة. مش واخد بالك. الناس بتقعد سبعين وخمسة وسبعين سنة. يا انا هرازلة خمسة وسبعين سنة. طبعا طبعا. يكون ان السيسي يطلع وليه الكلام ده. فاحنا احنا رايحين في سكة واحدة بس. اللي هو يا جماعة بكرة هتلاقي فيه واحد نبطشي مسرح من نبطشي بتوعه. هيطلع يقول لك احنا محتاجين نعدل الدستور. السيسي لازم يقعد معانا فترتين تلاتة. او السيسي يقعد معانا للابد. بخلاص دعم عشان الرجل ياخد فرصيته عشان هو بحتاج سبعين سان عشان يزبط البلد. عشان مصر يدي تبقى دولة. لان الرجل ما كانت شو اخد بلد اصلا. كانوا بيديني قولوا الوقود دي. اخد بلد فهو كده احنا رايحين في ذلك يا معلم وانا بقول لك وهو احنا مع بعض وقريب او هتشوف الموضوع ده. هتلاقي حد طبعا من نبطشية المصرح اللي في برلمان او مجلس النواب هيطلع يقول لك احنا طلبين تمديد عقد اه تمديد تمديد عقد السيسي الحكم مصر خلاص او يبقى بيع وشيرة واخد بالك فدي الكارسة اللي كانت موجودة في الموضوع. فاجمالا كده معلم انت لو سمعت الخطاب كله هتلاقي اتكلم حوالي اتنين واربعين دي اتنين واربعين دي اما هم الا استلطاخ وطرقاء على قفة المصريين وعايز يقول للمصريين يعني انتو 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 مش فاكرين. وبيكدب بيلحس كل الكلام اللي قابه. وطبعا طلع بالليل الاعلاميين عملي يقول اه السيسي فعلا قال ما وعدش كل الكلام اللي هم اصلا يعني وعوده وعود السيسي اصلا كانت مع الناس دي كانت مع الاعلاميين دي وعلى شاشات دي. دي كل الحدوت يا معلم. وعلك في راسك تعرف خراسك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة